اشتركوا في القناة 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 تمام مش معقول انتي وزن كام اه هو انا دلوقتي في الشهرين اللي انا اخذت فيهم الكورس انا كنت تمانين دلوقتي بقيت ستين تمنمية جرام ستين تمنمية جرام شبتي ايوان ده الوزن اللي انتي بتحبيه اه طبعا ولسه عاوزة لسه عاوزة كمان بتربعة كيلو انتي مكملة يا اه اه مكملة وطلقت كمان كورس ان شاء الله علشان انا حب انزل لستة وخمفين ده التارجل اللي انتي بتحبيه ده نوع جسمها اي بقى ده هي سبعة سبعين كيلو مبدئيا مية وستين اه هي كانت نزلت في الاول خمسة كيلو اللي مع نفسها اه وصبتت في الوزن وده اللي احنا بنتكلم في اه ان الواحد بيثبت في الوزن لما بيكون ماشي مع نفسه اه طبعا بيكون ماشي خمسة اربعة كيلو بعد كده بيزهق وبيرجع اياكل تاني اه فرجعت يعني رجعت من الاول تاني هي نوع جسمها طبعا ده النوع الميز واللي هو بيخص بمعدل كويس لان هي كمان سبعة وسبعين كيلو توصل لستين كيلو انتي عارفة ان من اول خمسة وستين بيبقى النزول صعبة اول طبعا فاني منزلت للستين ومكملة كمنا عوضة توصل للستة ومعجزة طب هل طول يعني انا مش مصدق نفسي طيب السبعتاشر كيلو مرة واحدة انت بتكلم في اتنين كيلو في اليوم تقريبا هل حستتي باي اعارات جانبية زهق صداع جوع بالعكس خلص لا انا كنت مبسوطة جدا بالعلاج ولذلك طلطت للشهر التاني ما شو على لقاته الا بالله لا 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 احكينا بقى ازاي تم التعامل مع الحالة دي امنية اول حاجة من حالات دكتور اماني احنا دايما بقول الاستمارة بتبقى اسهل طريقة للتواصل معنا وقاديكي يعني شفتي هي بتقولك في نفس اليوم ساعد في نفس الساعة كمان ان احنا بنعمل اوبديت الاستمارة كل ساعة تقريبا عشان نشوف العملة او الكلاينت اللي بدأوا يملوها بتسيب رقامها في الاخر دكتور اماني تواصلت معاها بدأت رشح لها الكورس 77 كيلو في ناس كتير ممكن تقولك مش overweight قوي مش فوق الميت كيلو لا هو كل ما الوزن كان قليل يعني كل من التمانين والسبعين والستين كل ما الوزن كان قليل كل ما النزول بيكون اصعب فوق الميت كيلو بينزل اسرع بكتير اللي من اول السبعين ونحنا نزلين بيبقى نزوله اصعب من اللي هو فوق الميت كيلو لانه هو بيبقى عنده دهون اوه بس مش كتير بيبقى فارق معا اكتر شكل جسمه دايما بيبقى 77 و 75 و 70 انما بيجي انزل عشرة كيلو بيبانى عليه قوي طبعا انت خمسة كيلو يبانه في السبعين و 75 لانه هو قرب للمسالي او قرب 15 و 20 كيلو وحيوصل للمسالي غير اللي بيقى فوق الميت كيلو اللي هو بننزل 12 و 15 و 20 كيلو بيبقى لسه يعني الشكل جسمه حتى مش باين انما 77 كيلو هي كانت مليانة بس اكترها كان دهون وعشان كده ملادة السبعتاشر كيلو بتقولي انا مش مصدقة كل الناس بتشوفني هي امري عندها استعداد تجيب لنا صور افتر و بيفور اه عادي مفيش موسيقى ارجوكي هاتلنا الصور دي انا هتنقط ده انا عايزة هنزلت 4 كيلو كبرانا فيهم لا هو انت بتحب التارجد بتاع الناس اللي بتحب تنزل اكتر من طولها 160 هي حابة تنزل كمان 4 كيلو تحتها طول انا نفسه اروح لل54 دول بس طبعا شي خيال يا ناس طيب احنا بقى معانا حالة تانية من الاستمرات هنشوف الو مي ايوه زي حديثك عاملة ايه حمده الله تمام والله منورة الشيطة عاملة ايه ده نورك انت اللي منورانا قولنا يا مي والله يعني بصي بعد غبة طويلة كده تطلعي برنامج حلو زي كده يا حبيبتي تسلميني ده انت اللي حلوة انا حبيتك من اول اللوم حبيبتي تسلميني والله انت احلى تسلميني يقوليني ازاي من امور انت كمان والله بنورك يا حبيبتي انا انت عارفتي ازاي موضوع On Target بصي انا اصلا انا بحب النيبت كتير بقى عالي على طول طيب بظهور الي مهتمة بحوار التخفيص وكده بظهور الي على طف صفحات كده عن نبت بتاع التخفيص اكتر من صفحة طبعا ما تبذكر اسماء فجات من ضمنهم صفحة الاشعار بتاعها عندي فحبيت ادخل بصراحة على الصفحة والبوست اللي ما بينزلوه كده فلاقيت بصراحة حاجة كده مشوكة والناس بتتكلم على الكومنتات والدنيا كويتة فلاقيت انه ما بتتكلموا وعملين برضو بقصة عن الاستمارة وكده فبصراحة ما دخلتش على الرسائل دخلت على الاستمارة على طول بصراحة اول ما بعضت تاني يومت وصلت معي دكتورة فاطمة اه كلمتني وسألتني وقالت لي الدنيا معيك وحبت استغفرت عن كذا حاجة الوزن والطول والدنيا معي فيها ايه واتكلمت ودردش معي بصراحة كلمتني على التليفون قالت لي اني يعني ان اتكلم معي كده افضل عشان تعرف ايه تتكلم معي في السوفيس كده وتعرف طب انا هسألك نفس الاسئلة يا ماي طب هسألك نفس الاسئلة من السحار ضل ماي سامعين يا ماي او سامعين طب يا قلبي انت طولك كم صنط انا طولي 160 ووزني 100 اوبس لا كان في البداية بقى في البداية وبقيت كم دلوقتي وبقيت كام اه دلوقتي بهت 20 و 80 في شعر و 20 يوم تقريبا عايزة عاري الناس اللي بتحس في العجان دي في شعر و سنتكلم بذكة يعني يا كماعدة أنا بذاتتخص ٥٠٠٠ كيلو في السنة وما مشي على السراط المستقيق حافظت المع lasciان Horror Week يعني كله ياهو تباله ان انا خستيت وبان علي افضل يعني طب اتبسطت من حلوتك وجمالك والخسسان والكده ايه وطبعا لازم يكون حلوين ما شاء الله دايما يا قلبي هل حستي باي اعراض جانبية صدار لا لا اطلعك انا بصراحة هي في البداية ركزت معايا ان انا اكل كويس ما قللش من اكل حتى لو الكرسي بيسد الشهية لان يا ركز ان انا يبقى البشرة كويسة الشعر كويس ما يتأثروش بيقلت الاكل بس انا بصراحة ومش حاجة دي من انا كنت خايفة في البداية لاني بالنسبة لي دي كانت مش اول مرة بس في نفس الوقت انا ايه يعني خفت برضو من كتر ما بسمع عن الادوية والصيد افكت بتاعتها بس بقى يعني فراحة ما جربت من اول كام يوم لو ما كانش ظهر مش هزر بعد كده فان الحمد لله ما ظهرش معايا اي عراض نهائي وخصوصا ان هي متابعة معايا تمركزة معايا في النقطة دي قوي يعني هي اجزت ان هي في الصحة قبل التخصيص ودي حتة نقطة انا بصراحة يعني كنت مبسوطة منها جدا طب يا ماي بمناسبة الصحة قبل التخصيص انا ده السؤال بيهمني جدا وشك ما تأسرش موقعش مرة واحدة وبنعيه الاجهاد بالضبط وده فعلا اللي عجبني ان انا خفيت بصحة وفي نفس الوقت عملت اللي انا عايزة وخفيت وقدرت اهتمت براشقتي وده كله يعني الحمد لله ده كله تم معايا ما شاء الله لا قوة الا بالله يا ماي ماي ارجوك يصور في كل المراحل عشان نستضيفك وانتي اه خمسة وخمسين اربعة وخمسين كيلو ان شاء الله ان شاء الله مرسي جدا اه الحالة دي تعملت معايا ازاي اه مية دي من حالات دكتور فاطمة انتي طبعا انت عارفها بتحبي دكتور فاطمة اوي والمتابعة بتاعتها اه كانت مية كيلو وانتكانطلها مية وستين دايما من مية فيما فوق التخصيص بيبق اسهل بكتير حتى هي مية بتقولك انا خسيت اول اسبوع ستة كيلو ده مش هيحصل للناس اللي هي سبعين كيلو وخمسة واتين كيلو ليه كل ما بنقل في الوزن كل ما بنزول بيبق اسهل عشان مية كيلو اوبرويت اربعين كيلو هي محتاجة تنزل اربعين كيلو فهي نزلت في اول اسبوع ستة كيلو وكانت مبسوطة قوي كمان هي مية من الناس اللي جربت حاجات كتير وكانت ايه يعني عندها فوكس على حتة انا اهم حاجة ليه اثار جانبية عشان انا لو ليه اثار جانبية انا استخدمت قبل كده حاجات كيميكال كتير اه طبعا فاحس بيها فانا من تاني يوم هحس بصداع حس بزغلالة احس ان انا دماغي واجعاني مش هكمل الكورس اه طبعا فدكتور فاطمة طبعا كانت قالت لا لا ما تقلقيش ومش عارف ايه فهي ما شاء الله يعني خزت ومكملة وان شاء الله لازم اجيبها معايا حلقة لانها من الحالات المميزة عندنا ما شاء الله بس ما شاء الله ايه مش هاسه حسدكو اه تدخلتم لاستمارة ترد عليها في نفس يوم او تاني يوم ايه العظمة دي ما هو عشان كده دايما بقول الاستمارة حلوة قوي في ايه التواصل عن طريق تريكون بيبقى اسهل غير بقى التواصل عن طريق الصفحة بتسأل سؤال في سؤال ممكن هي تروح تعمل حاجات في البيت او تعمل شغل البيت او تروح الشغل انما لما هي بتمنى الاستمارة الميزة ان هي بتسيب رقمها فالفريق الطبي على طول بيقوم وتواصل معها في نفس اليوم شايف الحالة بتاعتها مرشح لها الكورس ميديها الباور والارادة ان يلا نبدأ من بكرة وهي دي فايدة الاستمارة انما نسيبوا رقمهم نتواصل فون فبيبقى عارفة فيه تشجيع دايما اللي عاوز يخسي ده يبقى عاوز حد يساعده ياخد بايده كده فعاوز حد على طول فقراسه ها يلا يلا نبدأ يلا يلا نبدأ فاما بتحسي ان في حد مهتم بيكي احنا حتى كستات او اما بنحس بالاهتمام حتى لو من دكتورة بس هي مهتمية بيا هي عاوزان يخس ولو راضم كمان ما بيحب الهتمام هو بناهتم برضو عنده احتياجات فهوى الاهتمام ده وان احنا وكمان فيه يعني فيه حاجة كمان نحاول ان احنا دايما في الموضوع التخصيص او السمنة لازم بنقولهم ان احنا بنساعدكم لان ما يضع السمنة بيقعوز مساعدة بقعوز حد ما يقولهوش لأ كده غلط ما ينفعش تاكل لأ هو بيبقى عاوز يعني عارفة ان شاء الله هنخس ما تقلقش وانا حابق معاك ولما يبوز كمان تقوله لأ ان شاء الله من بكرة مش هنبوز خلاص احنا بوزنا النهارده لازم يقوله بصريح معاك الصراحة دي بتيجي من ايه من يبقى الموضوع فرندلي وفي كده ثقة بيني وبينه ويبقى عارف ان انا لما هو يقولي حاجة مش هزع لأ خلاص انت عملت غلط او كلت حاجة حلوة بس من بكرة بقى عاوزين نلتزم مش عاوزين نوعك مش عاوزين كذا احنا عاوزين يبقى عندنا تارجت ودايما لازم تحطي له التارجت اللي انت عاوزة توصليه دي والهدف ودايما تجمليه في عينيه دايما مريضة السمنة بتجملي الموضوع في عينيها تشوف هي ايه اكتر حاجة نفسها رأي راشا في الموضوع ده طيب اه 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 احنا زي الفل انت عامل ايه قولينها راشا انتي دخلت على الموضوع اون تارجت بالاستمارة دخلت على موضوع اون تارجت بالاستمارة اه انا كنت قاعدة على موقع تواصل اجتماعي عادي ايه اه بس كرول عادي جدا وبعدين لقيت الاعلان قدامي كان اصلا كذا مرة قبل كده اه شفت اعلان اه للمنتج عن طريق البرنامج بتاع حضرتك كانت الدكتورة بار طالع مع حضرتك وكانت اه في فقرات نزلة على يعني بتظهر قدامي كاعلانات ايه واعادي بعدي يعني مش مش بركز خالص اه وكنت انا قريدي عاملة دايت من فترة وما خستش عليه قوي وكنت حاسة بالاحباط فقلت خلص يعني اعمل الاستمارة واشوف ايه اللي ممكن يحصل بس ما كنتش مصدقة في الموضوع قوي بصراحة يعني كنت حاسة وصدقتي دلوقتي نعم صدقتي يا رشا دلوقتي لحد دلوقتي ايه لحد دلوقتي ازاي انا يعني انا انا دلوقتي بقى لي عشرة يام عملة المشي على الكورس بعد اسبوع بالضبط من الكورس انا وزمت نفسي كان المتوقع ان احنا نخست حوالي مثلا من اربعة لخمسة كيلو انا لقيت نفسي خستة سبع كيلو ما شاء الله لقوات ايه لا بالله وزنك كام يا رشا نعم وزنك كام وزني كان تمانين كيلو دلوقتي انا تلاتة وسبعين او مع رشا يعني الكلام ده كان من ثلاث سيار وطولها مية وسبعين اكتر من شوية اقول لالله وانتي وطولك مية وسبعين انا طولي مية وسبعين او عايزة تروحي الفين يا رشا يعني مثلا تبت سبع كيلو كمان ممكن ستة سبع كيلو لا خليهم عشرة يا رشا حرام عليك ده مية وسبعين طلها مية وسبعين ايه ايه كيلو زيادة باش على كل الاجهزة الله انا عشان تمان عندي السمنة يعني متركزة اكتر في الجزء من فوق الوسط مالفو الجزء كله اللي فوق فلما بدخن بكله ببقى عريضة جدا من فوق كل التكتل ايه ده 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 اصعب حاك على هنا ده 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 سهل انما اللي فوق ده صعب بتاياك اه اللي هي بيبقى العريض من الفوق ونازل على رفاية رفاية. اه اه اه. طب رشب امانة. ما حستيش بصداع اكتئاب. عايزة تعياتي. دعانة. لا والله خالص. انا مش اول مرة اجرب ادوية دايت خالص. انا بقالي سنين بعمل ادوية دايت. انا حتى اه لما دخلت على الابليكيشن. انا والله العظيم كنت بملاه كده. مش حطة في دماغي حاجة. لاني مشيت على الحاجات دي قبل كده. دخلت على كذا اه ابليكيشن ماليته قبل كده. وخدت ادوية اونلاين. وما فيش حاجة فرقت. فانا بعمله واجب. مش اكتر. طب الحمد لله. لحما دكتورة كلمتني واتكلمنا مع بعض. هي من كتر مدمها خفيف ولطيفة. خلتني عايزة اعمل الكورس. لان هي مشجعة. عاربتي مين الجميلة والخفيفة اكيد. مين? فعملت دا في علامة والله لا خالص. هي فاطمة. عايزة اشوفك يا فاطمة. انا حبيتك يا فاطمة. مرسي يا راشا. ويا رب اتحقققي الهدف بتاعك او التارجت بتاعك في اون تارجت. مرسي يا راشا. لا او راشا كمان كنت جايبها لنا صور بي فور اند افتر. اه. تمام. ورتها لنا بصراحة يعني فارق معها جامل في المقاسات. طب ليه ما عملناش كده? نجيبها لكل مرة جاية. هتنأرجوكي. طيب يتواصلوا مع اون تارجت ازاي? تمام. يتواصلوا معنا من خلال الاستمارة. طبعا نتكاشف اولاين استمارة الكاشف اولاين. وشوفنا النتائج المبهرة. وان احنا بنتواصل في نفس الوقت مع اللا بيتواصل مع العملاء في نفس الوقت من قبل الفريق الطبي. او من خلال صفحة اون تارجت فارما. من خلال صفحة خبيرتها بتغذية نهاية الحافظ. من خلال الارقام اللي بتدعل على الشاشة. من خلال الواتساب. يعني اي طريقة انتو حاب الناس حابة تتواصل بيها. تتواصل. المهم ناخد قرار التخسيس. عظيم. شكرا لخبيري التغذية نهاية الحافظ. تغذية العلاجية. ودلوقتي للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا في حلقات جديدة من حلو الكلام مع منا. اشتركوا في القناة